طيب دكتور عيما لننتقل لموضوع آخر ولكن مرتبط بالطفولة عمالة الأطفال اليوم في ظل الوضع في سوريا في ظل الحرب انتشرت ظاهرة بكثرة وخاصة في المناطق المحررة كيف ينظر الشرق لعمالة الأطفال هل هي حرام أم يجب المجتمع أن يتفادى هذا الموضوع؟ يعني العمل بحد ذاته سواء كان من الطفل أو من الكبير هو مباح ليس حراما وليس واجبا ولا غيره ولكن المباحات قد تزدحم على الإنسان فيحتاج أن يأتي إلى فقه الأولويات أيهما الأولى فعله كما قد تزدحم أحيانا المصالح وقد تزدحم أحيانا الواجبات والمطلوبات فهنا يأتي الترجيح بناء على مقاصد الشريعة والأولويات الأصل في العمل يجوز للطفل أن يذهب ويعمل طالما هو قادر على هذا العمل لكن هذا السن أيهما الأولى ونحن نتكلم في الظروف العادية وليس في الظروف الاستثنائية الموجودة عندنا في سوريا في الظروف العادية أيهما المصلحة الأكبر للطفل وللمجتمع؟ هل أن يعمل أم أن يتعلم؟ الأصل أن يتعلم عمله ليس حراما لكن هناك ما هو أولى منه ما هو أوجب فجريمة ليس جريمة شرعية جريمة تربوية جريمة إنسانية أن نخرج الأطفال من المدارس إلى سوق العمل ولم تكتمل عقولهم من المعرفة ولم تكتمل نفوسهم من التربية ولم يأخذوا حظهم من العلم والمعرفة والتربية وحتى لم يأخذوا حظهم من الطفولة أن يعيش طفل يشارك زملائه في لعبهم في مراحيهم في حياة الطفل التي سيعيشها أما هذا الطفل سبع سنوات عشر سنوات تزج في أعمال قد لا يستطيع الكبار مقتل له النقطة الثانية إذا جئنا إلى الظروف الاستثنائية التي نعيش في سوريا يعني حقيقة ظروف كما هذا في التقرير صلى الله تعالى أن يفرج عنه عن كل المسلمين هم مجبرون على ذلك فلا لو ما عليهم إنما نلوم المجتمع وهيئاته لسيما مما صدروا أنفسهم قادل المجتمع وتجده يفرض الحدود ويقطع يد السارق ويريد أن يقيم شرع الله وكأن شرع الله عنده هو فقط في إقامة الحدود ولا يفهم أن إقامة شرع الله عز وجل بإنقاذ هذا الطفل وبستر أسرته إذا كنت تريد أن تكون كعمر في العدل تخيم الشرع فكن كعمر الذي حمل كيس الطعام على ظهره إلى أرمل وأطعمها ولو كان عمر موجودا سيتركها للعمل من أجل أن يطعم أسرته وبيته هذا كلام غير الصحيح لذلك أول من يتحمل من يرون أنفسهم أمراء ويريدوا تطبيق الشريعة فليفعلوا ذلك بكفاية هؤلاء ثانيا المؤسسات والمنظمات الإغاثية والتربوية التي لا أدري برنامجها ما هو وكيف تنفق هذا الكم الهائل من الأموال التي ذهبت لماذا لا تقوم بكفالة أسر هؤلاء لكي يتابع تعليمهم يعني أمو حنيفة في أحد المرات جاءه تلميذ فقرأ عنده فوجده نابغة فذهب ما عاد يأتي فذهب الإمام حنيفة إلى أسرتي لماذا لم تحضروا قالت أمه نحتاج إلى من يعيلنا قال كم يخذ في الأسبوع قالت كذا قال أنا أعطيكم وأعيدوه لحق التعليم فإذا لم يجد كفاية لا يستطيع أن يتعلم فاللوم على من صدر نفسه قائدا واللوم الآخر على المنظمات لكي تحقق هؤلاء يعني عمالة الطفل اليوم في سوريا ظاهرة صحيحة منتشرة وهي ليست حراما بالمعنى الشرعي لكنها كارثة إنسانية سينشع عندنا غدا جيل وهذا سنرى في المستقبل سينشع عندنا غدا جيل جاهل أمي ما عاش التربية وهذه الكارثة الكبرى ترجمة نانسي قنقر